أقيمت على مسرح كلية تيرا سانتا بجبل الويب دي بعمان مسرحية كوميدية درامية بعنوان لسه في فرصة أدىها شبيبة دونبوسكو السلزيانية في الأردن بحضور عددا من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وجمع كبير من الحضور وتتحدث المسرحية التي ألفها ومثلها أعضاء الشبيبة عن العديد من المشاكل التي يوجهها الشباب في حياتهم وفي ختام العرض قدم الشبيبة درعا تكريميا للدكتورة السمعان تقديرا لجهود نورسات في تغطياتها المستمرة للأنشطة المسيحية في المملكة كما تم التكريم عددا من الأصدقاء والداعمين كل شيء ينرمي علي وبعدين يحكي لك أنت لماذا مضغوط وممعصب عفوا ممكن سؤال بشوفك هكا معصبة وكان المدير دائقك اشيء هذا المدير واحد كثير مقرف كل يوم يعمل نفس الأشيء يفكر حال وفهمان ويتأمر علي وتعرف بالتقرير السنوي اللي اشتغلت على شهر بده عيد بيوم منه كيف أكيد مستحيل اجيتوا الله جابك اسمع أنا مكاني مش بالنار بدي أطلع كيف زيت مو بها السهولة هاي لازم تقنعني ليش تطلع وفي معاملات وأوراق لازم تتوقع اه بقنعك وبعمل الليل بتطلبوه وانا موقع وراك عشان اطلع انت تقول انه كنت تروح الكنيسة كل احد بس مخك وين كان خلينا شوف شونو كنت تسوي بحياتك رجعني يا مايكل وين اللي يرضى عليك ها رجعني كثير بس الريحة مش مريحة يلا يلا دقيقة اجيت شو مالك اما بعد تنتظرون ها يلا تفضلوا دير بالك حار فاصول يا بيضة كمان مرة انه زاكا من ايدك ماما يعني بس اليوم من اقلاع القمر راح يتم بنجاح ابوك بيحبها يا ابني وبعدين ما كان عندي وقت بعد دوام المدرسة وهوستو الطلاب يا دوب رجعت للبيت وهذا اللي طلع معي